بالنسبة لاسباب تضرر الكبد في جسم الانسان الكبد لا شك انه من اهم الاعضاء المكونة لجسم الانسان وهو عضو بالغ الاهمية في جسم انسان الكبد هو اكبر اعضاء جسم الانسان حجما وهو اكبر الاعضاء الداخلية في جسم الانسان من حيث الحجم طبعا الكبد له اهمية كبيرة في جسم الانسان فلا يتخيل ان يعني الانسان يقدر يعيش من غير كبد سليم فبدون كبد لا يستطيع الانسان الحياة واذا تضرر الكبد او تضرر جزء كبير من الكبد ده بيأثر بالسلب على جسم الانسان وعلى صحيح الجسم الانسان اهمية الكبد في جسم الانسان انه هو بيقوم بتحليل الطعام بيقوم بافراز بعض المواد الهاضمة زي بعض الانزيمات والعصارة الصفروية كمان ان الكبد بيحارب العدوى وبيعمل على تصفية الدم من الاجسام الغريبة او الميكروبات يعني اذا الكبد له دور مهم سواء دور مناعي او دور تنقيع او فلترة او دور حتى في دور هضمي تبع الجهاز الهضمي طيب اه في بعض الامور او العادات اللي بيقوم بها الانسان يئم عمدا او جهلا وقد تسبب ضرر كبير الى الكبد واضرار بالغة اه الضرر اللي بيقع على الكبد بيتفاوت حسب اه يعني السبب وبالتالي التأثير على انسجة الكبد بيختلف فقد يكون يصاب الكبد بنوع مثلا من الالتهاب قد يصاب الكبد بنوع من الورم قد يصاب الكبد بنوع من اه التشمع كل هذه امراض بتصيب اه الكبد ولكن كما ذكرنا بتختلف شدة الاصابة حسب السبب اللي بتأثر على صحة الكبد اه طبعا في حال تضرر جزء كبير من انسجة الكبد وتضرر جزء كبير من الكبد بيصاب الانسان بما يعرف به الفشل الكبدي والفشل الكبدي دي حالة صحية خطيرة اذا لم يتم اسعاف المريض فورا اه فيها بيتم اه الوفاء لان الانسان بيصاب بالتسمم نتيجة توقف الكبد عن اداء وظائفه بالنسبة الفيديو النهاردة وهو الموضوع عن الاسباب اكتر الاسباب شيوعا التي يجب الانتباه اليها والتي تسبب تضرر في كبد الانسان وتدمر كبدك عليك بالانتباه اليها اه اول سبب هو سبب يعني البعض ممكن استغرب منه ما يعطيه اهتمام كبير هي الاصابة بالسمنة نعم السمنة تؤثر على الكبد ازاي السمنة بتقصى على الكبد اولا السمنة بتسبب ارتفاع مستوى الدهون في الدم وخصوصا الدهون الضارة ولما ارتفع نسبة الدهون في الدم احنا اتفقنا ان التيار الدموي او الدورة الدموية لازم بتمر على الكبد عشان يتم فلترة الدم من اي جسم غريب وبالتالي فلما الدم بيبقى محمل بكمية كبيرة من الدهون نتيجة الاصابة بالسمنة الدهون دي بتترسب على الكبد فبتسبب لنا مشكلة وهي ما يعرف بمرض الكبد الدهني او التهاب الكبد الدهني الغير كحولي لان التهاب الكبد الدهني نعين اما نتجة عن الاستهلاك الكحوليات ويسمى في هذه الحالة التهاب كبد دهني كحولي واما نتجة عن السمنة او تناول كميات عالية من الدهون والافراط في تناول الدهون وارتفاع مستوى الدهون في الدم والحالة دي بتعرف بالتهاب الكبد ولكن غير الدهني يعني التهاب الكبد الدهني غير الكحولي طبعا تتراكم الدهون في الكبد يعني هذا المرض ليس خطيرا ولكن بيتطور لدى بعض الاشخاص ويصاب الكبد بتشمع وتشمع الكبد بيأثر على وظائف الكبد يجب الانتباه الى نسبة الدون في الدم ويجب مراقبة الوزن بصورة مستمرة من اسباب ايضا تدمير الكبد واضراره تناول الكحوليات الكحول او الخمور بانواعها الاشخاص اللي بيتناولوا الخمور او مدمنين عليها او حتى بيجربوها او بيتناولوها بكميات قليلة معروف ان الكحول يسبب ارتفاع نسبة الدهون في الدم ايضا ويسبب التهاب كبد دهني كحولي وهو مرتبط بالكحول ويجب ان احنا نشير الى ان التهاب الكبد الدهني الناتج عن استهاب الكحوليات يؤدي الى تصارع تدمير الكبد عن السبب الاخر وهو الدهون يبقى اذا الاستهلاك المفرد في شرب الخمور والكحوليات يؤدي الى تصارع وتيرة تدمير الكبد في جسم الانسان فيجب طبعا الامتنع تماما عن استهلاك الكحوليات بجميع اشكالها والخمور واي اضافات بتحتوي على الكحول السبب الثالث من اسباب تضرر الكبد في جسم الانسان الادوية لان الادوية في الاساس هي مواد كيميائية عبارة عن سموم لميكروبات لا ترى بالعينة المجردة بتخزو جسم الانسان فبيتناول الانسان دواء معين للقضاء على هذه الكائنات الدقيقة فطبعا زي المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات وخلاف ذلك الادوية لانها احنا اتفقنا ان طيار الدم دور الدماء في جسم الانسان يجب ان يمر الدم على الكبد ليتم فلترة وتنقيته من اي مواد ضارة وبالتالي اذا الانسان تناول الادوية المسؤول في جسم الانسان عن تصفية هذه الادوية والتخلص منها الكبد والكليتين ولكن الجزء الاكبر بيقع على عاطق الكبد الافراط في تناول الادوية زي المضادات الحيوية بدون داعي او خلط بعض الادوية مع بعضها بدون رجوع لطبيب او تناول الادوية وشرب كحليات معها في بعض الاشخاص اللي بيشربوا الخمور بيجي معاك مثلا ماشي على علاج للضغط او للسكر او على دواء معين يعني بدل ما يتناول هذا الدواء بكأس ماء او عصير لا بيشربوا مع كأس كحولة او خمرة فبيحصل تفاعل كيميائي ما بين الدواء وما بين الخمور مما يؤدي الى تكوين في بعض الاحيان مواد سامة كيميائية تدمر انسجة الكبد وتصيب الكبد بالفشل التام يبقى لازم الانتباه لذلك وتجنب تناول الادوية دون رجوع الى الطبيب من اسباب ايضا تضرر الكبد وتدميره الاصابة بالعدوى بعض انواع العدوى ولا شك العدوى الفيروسية المرتبطة بالكبد زي التهاب الكبد بانواعه ببعض الفيروسات زي فيروس اي وفيروس بي وفيروس سي الفيروسات الكبدية بتستهدف نسيج الكبد فطبعا اذا استمرت هذه الفيروسات في الجسم فترة طويلة بتأثر على انسجة الكبد وبتدمر بعض خلايا الكبد وخاصة فيروس سي لانه هو من اشرس الفيروسات الكبدية فيروس اي وبي بيكون لهم تطعيم بيكتسب الانسان مناعة ضدهم انما فيروس سي لم يتم اكتشاف تطعيم له حتى الان وبالتالي اذا صعوبة الفيروسات الكبدية في انها وخصوصا النوع سي انه بيظل كامل في جسم الانسان لأعوام طويلة ممكن تصل لعشرين سنة ويبدأ بعد كده يهاجم انسجة الكبد وانسجة الجسم وبيدمر الكبد بصورة كبيرة من اسباب الاصابة بالتهابات الكبد الفيروسية تناول طعام وشراب ملوس يبقى يجب تجنب تناول اطعامة مكشوفة في الاسواق او في الطرقات او مجهولة المصدر كمان تجنب استخدام الادوات الصحية او الشخصية لشخص اخر زي الفوط او فرشات الاسنان او امواس الحلاقة او يعني كل المتعلقات الشخصية يجب ان تكون شخصية قاصرة على فرض واحد عدم مشاركة الادوات مع الاشخاص المحيطين بك من السباب ايضا السبب الخامس لتدمير الكبد وتضرر الكبد في جسم النسان بعض امراض المناعة الزاتية ودي طبعا في بعض الناس بعض الحالات الصحية بيقوم الجهاز المناعة بيحصل فيه نوع من الخلل فبيبدأ الجسم يهاجم انسيكتو او يهاجم عضو معين بيحصل خلل في بعض الشفارات الجينية لجهاز المناعي في جسم الانسان فبيتعرف على عضو معين زي الكبد او القلب او الكلا على انه فجأة جسم غريب فبيبدأ جهاز المناعي يهاجم هذا العضو مع انه عضو في جسم الانسان يعني هذا الشخص المريض ما امشي بزراعة عضو جديد ولا حاجة لا في بعض الامراض اسمها امراض المناعة الزاتية بيقوم الجسم بمهاجمة نفسه ودي حالة خطيرة طبعا اذا استهدف الجهاز المناعي في جسم الانسان الكبد وتعرف على الكبد على انه جسم غريب نتيجة خلل ما بيقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الكبد وبالتالي ده بيسبب ضرر الكبد وتدمير الكبد بيسبب التهاب الكبد وتشمع الكبد الصفراوي الاولي واحيانا بيتطور الامر الى فشل كبدي السبب الاخير والسادس من اسباب اضرار الكبد وتضرر الكبد هو السرطان اصابة الكبد بالسرطان او السرطان الكبدي هو من اكتر انواع السرطان المعروفة والمنتشرة على الرغم من ان ممكن يكون سرطان الكبد اصلا بدأ في مكان اخر في جسم الانسان وامتشر حتى وصل الى الكبد ومن الممكن ان يكون هو بدأ في الكبد مباشرة يعني ممكن مثلا سرطان الدم يتطور في بعض الحالات مش لازم دايما عند بعض الاشخاص ويصيب الكبد او سرطان العزام او سرطان اي عدو اخر طبعا مرض السرطان بيؤدي الى تدمير العضو المصاب به اذا لم يتم السيطرة عليه وخصوصا في حال انخفاض الجهاز المناعي في جسم الانسان كمان وجد ان الاصابة بالتهابات الكبد الفيروسية او حتى التهاب الكبد الدهني سواء الكحولي او الدهني الغير كحولي احيانا مع اهمال علاج الحالة واكتشافه مبكرا يؤدي الى تطور الحالة الى سرطان فاما يعني مهم جدا ان الانسان دايما يعمل تشيك اوب ويفحص الكبد او فحصات عامة بصورة مستمرة عشان يكتشف اي امراض مبكرة كالاصابة بفيروسات او الاصابة بالكبد الدهني عشان ده بيجنب الانسان في المستقبل تداعيات تطور المرض الى امراض خبيثة قد يصعب علاجها والتعامل معها ده كان كل المعلومات اللي حابين نوضح الحضراتك وبخصوص الاسباب التي تؤدي الى تدمير وتضرر الكبد في جسم الانسان حتى يتم الانتباه اليها في النهاية اذا عجبك الفيديو اضغط زر الاعجاب اشترك في القناة شارك الفيديو مع اصدقائك علشان تعم الفايدة على اكبر قادر من الاشخاص في النهاية بنتمنى السلامة للجميع وان شاء الله نلتقي على خير في فيديو جديد وموضوع جديد 蘇 مراقب شكرا جديد ما